بس نشوف كده وانت بتتكلم يعني الكاتب قسامة أنور وكاشة كتب من امتى عن التطرف وعن الإرهاب يعني كتب من بدري قوي طبعا أنا بحب فيك جدا يا علاء انت طول الوقت في معظم لقاءتك بتحب تتكلم عن الانتماء عن الهوية عن ان الفن اللي ما يخلقش الهوية دي ويأثر في الجيل اللي هو عايش فيه ما يبقاش فن جيد هو تخلق ربنا خلق الإبداع والفن للتربية وللتوجيه وللجمال ولتزوقه صحيح ما خلقهوش للمتعة فقط فكرة ان الفن هو للاستمتاع فقط كوبات الشاي بنستمتع بيها الأكل بنستمتع الفن دوره أرقى من كده تطهير وبياخد ويبطيه وتوجيه وبناء مجتمع عشان كده رسالته رسالة الكاتب بالتحديد إذا لم يستقر أو يشوف المستقبل ويعالج المشاكل الحاضر هو بالنسبة لي وينبه وينبه هو بالنسبة لي هو مش يعني هو مجرد حد بيسرد طيب أنا عايزة أغوص معاك في شوية حاجات كده إنسانية حلوة طيب بس عايزة أبدأها من إحنا انت كلمتنا عن ذكرياتك في رمضان لأن اللي انت عملته هنا ليالي الحلمية فوزير شريهان شريهان حاجات ومحتاجات زيزينيا زيزينيا كله رمضان أيام المنيرة كلها كانت رمضان كلها خريطة رمضان بالزبط وانت دلوقتي عشرين اتنين وعشرين بنتكلم عن خريطة رمضان ده بعد توقف كمان ده العجيب بقى ايه أنا بقالي أربع سنين تقريبا متوقف عن رمضان فإحنا وشنا حلوة عليك طبعا انت كده داخل راجع رمضان طبعا راجع رمضان من استوديو عشرة ومعاكي استوديو عشرة إن شاء الله ومعاكي وده يعني حاولهولك بقى حيبقى مسلسل الحلم أمين يا رب أنا سعيدة ليه ملف سري من الموضوعات اللي فيها الوطنية طبعا واللي فيها الانتماء والهوية طبعا فكرة كلمة الشرف عارف فيلم كلمة شرف طبعا فريد شوقي أحمد مظهر وكلمة شرف اللي احنا أحيانا بقينا ننسى الأخلاق والمبادئ الحلوة دي اللي تربينا كلنا عليه صحيح فالعودة كمان في ملف سري بالنسبة لك عاملة ازاي العودة دي جت من خلال الأستاذ ريمون مقار والأستاذ محمد محمود عبي عزيز كمنتجين يعني ومن خلال الشركة المتحدة أنه اختاروني لشخصية جديدة وانا فجأت بالمخرج أنه هو شايف علاء جزء تاني كان يشوفوا المخرجين اللي أنا عشرتهم وبعض المخرجين بقوا يشوفوا علاء اللي هو يجي للبسمة وللدحكة وشكرا ولكن مش للمتمثيل مش للشخصية فانهم شافوني ده أنا تمسكت بيهم جدا من غير معرف هو الشخصية رايحة فين في الورق اللي جاي أو السيناريو لمجرد الفكرة لمجرد الفكرة أنا مسكت فيهم وقتلهم أنا تمام عن مفاتحي ده أنا تمام شخصية بالنسبة لي جديدة مش جديدة كورق لا جديدة تفاصيل جديدة كفكرة وأنه الورق نفسه السيناريو هو نفسه أنه يتكلم عن حقبة معينة وأنه يناقش أضايا كتير جدا فيها الأخلاق وفيها الشرف زي ما حددتك قلتي وفيها الانتماء للوطن ده العظيم ده أنا كده جندي بمارس مهمة حقيقية ومهمة وفرض لازم أعملها بصرف النظر أنا كممثل استمتاعي كممثل أو استمتاعي الجمهور بيا كممثل لا ده لازم أعملوه أنه أنا عندي رسالة طبعا وأنا سعيدة بعمل رسالة أنا مبسوط بالتجربة جدا والشخصية جدا وبالعمل كله أو ما بتشتغل مع الفنان هاني سلامة أو اللي حصل قبل كده لقلتك الحاجة العجيبة أنه أنا في الوسط ده بقالي سنين أنا عمري ما قابلت هاني سلامة وجها لوجه الحد اللحظة لأنا قاعد معاك فيها لأن أنا كمان في المسلسل إلى الآن لما ألتقي معاه في مشاهد ولكن هذا الممثل الفنان الجميل النجم الجميل هاني سلامة أنا من الناس المعجبين به يعني كممثل أنا شايف أنه هو ممثل بيطور من نفسه ممثل بيختار كويس ممثل جانب من مدرسة اللي أستاذ يوسف شيحين كمان اللي هي مدرسة خاصة جدا اللي بتعتني بالممثل بتعتني بعنيه وبتفكيره فهاني ممثل لطيف ومهم ومبدع وعلى المستوى الشخصي كمان أنا سمعت عنه كلام لطيف جدا فأنا مبسوط أنه مشتغل معي خلصت المسلسل ولا لسه لا لسه أنا لسه جاي من عندهم أساسا من تصوير كنت بصور معهم النهاردة وتقريبا إحنا شوية عندنا في رمضان في الأسبوع لأولا الحالي هتبضلوا شوية أه تقريب طيب أكيد حيبقى فيه كلام كتير عن المسلسل لما تبدأ بقى الماراثن بتاع رمضان ترجمة نانسي قنقر